مرحبا يا رب تكونوا بخير. اه تعالوا نشوف مع بعض كده القماشي اللي انا هوريته لكم الفيديو اللي فات. هنقصه سوا. تمام. اه دي اللوت قم الكبيرة. السرير الكبير. الملاية دي كده الملاية. احنا هنقص بس المخدات والخطاديات لان الملاية جاية لوحديها. فهي مقصوصة على طول مش هعمل فيها اي حاجة. لأ لو لقيت فيها حاجة مسلا موروبة او كده دي بعدلها وخلاص على كده. تمام? هنبدأ نحط كل ملاية. ونقص المخدات والخطاديات بتاعتها. نص دي دي علشان هي مطلوب مني ملاية واربع خطاديات. فانا انا اجايبها الاربع خطاديات ديابا لهم متر ونص. تمام? طبعا بتاع القوماش اصلا بيسيب بتاع عشرة سنتي فهيبقى متر وستين حلو قوي. ماشي. انو هبصو. اللي متر ونص كده. والحتة اللي بقية دي بتاع عشرة سنتي. زيادة هو ايه? مسعيب هبصو قد ايه? بتاع عشرة سنتي زيادة متسابة ايه. يعني حلو قوي كده. كده كده اصلا المخدات ده الخطاديات بتعمل طول سبعين في خمسين عرض تمام. فبنقصها خمسة وخمسين. وسبعين وسبعين ووش وضهر. وعشرين قلاب. يبقى ايه? اه? مية وستين. سبعين وسبعين مية واربعين وعشرين مية وستين. ما عالش بقى على صوتي اللي بايز ده. بس حقيقة عبنة جدا. ووض دور برد حلوة بي. الحمدلله. عشان كده مش عارفة اصور لكم والله حاجة جديدة ايه? مصدوع انا اخد بقى من عند البرسل. اهو البرسل كده ايه? كما بتقصي في اتجاه البرسل. اه. ده تمام كده معاك. فانا مفروض عرض القماشة معي مترين اربعين. انا هاخد خمسة وخمسين فاربع حدد. فاربع كده. علشان اطلع اربع خدديات. بقى مية وعشرة ومية وعشرة. يبقى كده مترين عشرين. ويتفضل معي كمان عشرين سونتي زيادة. تمام? اهو عبصي لما بتيجي تقصي في اتجاه البرسل. ما بنشد كده في اتجاه البرسل ما تهليش. نفس اتجاه البرسل. غير كده ما تعملش الحلقة دي ابدا. انتش عرفها ايه الدور للمعارن بيلا ربنا اني ماشي في الجو ده. انا ما روحتش فاية حتة نقضبك. يعني خرجت عن تجارتي اللي قدمي وجيت. ما عمدش ايه حاجة تلني يعني. دي فمش اللي حصل الحمد الله. اه بصد كده. كده اربع خودة دي ابدا. الملايات التانية. ما مش محتاجة او تلقوا اي حاجة في الملايات. ايه في ملاياتين. آآ الخودة دي ابداعيتهم الاربعه نفس الشكل. تمام? الملاياتين التانيين. آآ خودة ديتين اللون وخودة ديتين التانيين لون تاني. فدول جايين متر. المتر من اللون ومتر التاني. من ايه? من اللون التاني. هي جيت الاربعه نفس اللون. فاحنا جايبة برضو متر ونص منها. لو انا ما كنتش عارف اسجل لكم الصوت اصلا على الفيديو وانا بقصت فقولت ده بصور. وعشان اوديكم القص ازاي وكده. وبعدين آآ اسجل لكم الصوت يعني بالبقاسات والكلام ده واتعرفت. يا رب بتكونوا بتستفيدوا بس. ويكون الشرحة واضح. نصلا تزبطي القماش حلو قوي. قبل ما اصلا قبل ما تحطي المقصة في القماش اساسا يعني. تمام الحتة دي بتاع عشرين سانتي. دي اللي بتتبقى من منعارة الغمش. احنا. ودي اربع خردية هيك. واحد اثنين وادي اثنين كمان. تمام. الملايات الثلاثة. دي بقى الماتشنج بتاعها اخد ايدين مقلمين. واخد ايدين سايدة. الرمودي. سامحوني بقى ما قدرتش والله يعني كان نفسي ان انا سور لكم لط قمتي مفروشة على السرير. بس فعلا ما قدرتش يعني باخد دواء قوي شوية. آآ يعني مخليني مهمدة وضيخة وبتاعها فما قدرتش والله. ما افصل قفلتهم وغلفتهم بالعافية يعني. كنت واقفة بغلفهم وانا ضايخة جدا والله ما كنتش قادرة. وما بعمل برضو شغل الاكل بس آآ عارفين بقى بعمل اصلا بالروحة وبتاع مش قادرة. مش قادرة ان انا اقعد آآ اشرح يعني او اصور او كده. احاول افوق بس اليومين الجايين دولت ان شاء الله. وارجع اصور. اصور لكم ان شاء الله. بصوا بقى المتر. المتر اللي احنا جايبنون المقلم ده. انا بدخل من عند البورس اللي جوه متر وعاشر. تمام? اه 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 يعني الشجمها اسفل مش قادرة اسطلن. الخط كده متر وعشرة. الطبقتين تمام? بقسمها بالنص تاني. متر وعشرة يعني خمسة وخمسين وخمسة وخمسين وخمسين امام وخمسة خمسة خمسين خلف. تمام? في المتر اللي احنا قلنا عليه. اهو بصو خمسة وخمسين اهو. في الطول المتر اللي احنا قلنا عليه. يبقى كده ايه? انت معاكي كده الوش والضهر. خلاص? هنشق كده هنقسنهم من نستين عن حمسة وخمسين ونشق من النص. حسن ان هي ده بقى مش قوقة كده من النص. خلاص? هنيجي من عند البرصل من تحت من الحتة اللي احنا مش شقين عندها. ونبدأ نقيس خمسة وسبعين سنتي. ليه خمسة وسبعين سنتي? لان اصلا عرض الخددية سبعين سنتي. فاحنا بناخد بنسيب خمسة سنتي ايه? خياطات فوق ودحت. تمام? عشان نعمل الوش. بقى جيب على خمسة وسبعين سنتي كده. واتني. وقوم اصلا. يبقى ده كده معي وش الخددي. والناحية التانية. هتبقى ظهر الخددية بقلبها. الحتة اللي احنا بنقصها دي هيبقى ده كده. عايزة تصغري شوية صغري. حلو كده معي. ما فيش مشكلة. القلب مقاس وبيبدأ من خمسة وعشر سنتي لحد خمسة وعشرين سنتي. زي ما انت حايدة بقى. اندور ده جايب بشرقه كده غريبا تفهموش في ايه. هنه هبقص كده. من ناحية القصيرة دي الوش. ناحية طويلة دي الضهر بالقلب بتاعها. خلص كده. ما يبقى كده حلقة من متر طويلة الله انا ايه الخدد دي دي. هقص هلقه تاني. هو خلاص كده يعني اه. يعتبر كده نفس الفكر ونفس الطريقة بس اللي يعني ايه. لو عايزين تشوفوها تاني كملوا الفيديو خلاص فهمتوها. اه خلاص تمامي. يبقى كده ايه بالنسبة يعني الفيديو خلاص بالنسبة للناس اللي بتتفلق عشان تعرف المقص والقص دي. لان الباقي كده التقامل اللي جاي كمان يعني يعتبر اعادة على نفس المقصات. ونفس ايه? نفس الطريقة بتاعت القص دوت اللي هو من متر وماش هطلع اخد دي دي. تمام? اللي فات كمان متر ونص وماش هطلع عربة اخد ديت عشان كمان نفس الشكل. لانما دولة خد ديتين لون خد ديتين تانيين لون تاني. اجايبها متر من لون ومتر من اللون التاني متر جميع. تمام? لو في حاجة مش واضحة في الشرح اكتبوا لي في الكومنتات واشرحها لكو داني يا حاضر. خلس كده ها قصتها هوا. وقصنتها من النص. شاقتها من النص هابداء قيس خمسة وسبعين سنتي. من تحت الفوق. علشان يبقى من عند الحتة لانا ايه? شقاها. تمام? اقوم تانية كده وازبطها. مش هارفها تقصيها وانت يوقفها. يتنيو قصي عطرابيزة على المكان اي حاجة. لازم ننطر القماش كده كمان علشان لو في اي قماش ننكر كعجوة ولا حاجة تتزبط. اجل الطعم الثاني. اجل الخلطية التانية. اه بصوته للقلبة كمان حلو جدا. ده وماشي العمرية. ما كنتش عارف ان العمرية هرتاح فيها قوي كده في الشغل. يعني حبيتها جدا بصراحة. انا ما اشتغلت فيها. مصطبع الملاية دقيقة هي جاية اربع خدديات برضو مختلفين. بس خدديتين من نفس اللون بتاع الملاية. وخدديتين من اللي هو الابيض في الخشي. العرضية بيضة والنيل ما خشي. تمام? فانا هقص المتر او خمسة وتسعين سنتي من وما يشعل بتاع دي الملاية. وهعمل فيها نفس الفكرة بتاعت الخدديات اللي فتت. والمتر اللي جاي نفس القصة. هيتقص ايه بنفس الطريقة. انا خلصت بقى الملايات وصورتها وكده. وهي متغلفة. وبعدتها لصحبتها خلاص الحمد الله. تتحنى بيهم يا رب. زي ما قلت لكم بعمل فلاد بعمل كرميش بعمل الاستك. اي موديل انت عايزين ان شاء الله بنفزه. وفي دفايات سريل برضو عم نزلتها لكم في الفيديو اللي فات دي اغلى طول. اه حفر ريزر سادة تقيلة. تقيلة مش خفيفة. اللي بتتجاب بالمتر يعني جايبها من المت بالمتر وكده من سوق التلات في الطلبية. اه خميتها حلوة جدا بصراحة. اهو بصو. نفسك بسا يعني نفس الايه القصة بتعلفات. فيه ناس بتقولك قصة بخمسة وسبعين صمت دي لا ما بحبهاش. بحس ان القلب صغير جدا جدا. وفر دي عارض القمش كنز معي كده يا ليه ليه يعني. ليه نزنق نفسنا قوي كده عشان ربع متر يعني مش فهم. انا عن نفسي بحب ان القمش هتكون كبيرة احسن من لما تكون سطيارة بتير يعني. انا اللي جابرني ان انا ازنق نفسي وعلشان ربع متر. معوفر الربع متر يعني لو حامل بقى كده طعم وبطيع. هعرف هتطلعها تمام. انما. من نفس الشكل يعني. انما بقى زنق نفسي قوي كده وعل حلوك وكل قمش فيه غلطة. فيه حاجة كنز بتاع القمش ما كفتش معاكي. هنحط قمش لونه وقمش لونه في الفطاء. وبعدين نستخد عنك فكرة وحشة ان شغلك شعبي. ايه لازمتها يعني. انا شخصيا ما بحبش كده. الحمد لله مقساتي كبيرة. يعني حتى في ناس كتير تقول يا متى يا صغالي المقس شوية. انت عندك ومش زيادة ولا ايه. والله انا بحب بدي كل حاجة حقها يعني. انا الربع متر ده مش هيزوني ولا هينقصني. بالعكس يعني شغلي لما يطلع على مقاسات مرتاحة. والعميلة ترتاح وهي بتلبس الحجمة تبقاش خمقها وهي بتلبسها او الخددها من تحت باينة والكلام دوت. احسن بكتير من لما تلاقي المقاسات صغيرة. ما هو ايه الفرق من الجهز والتفصيل يعني. حتى لحتى المخدات لما بابا قصوها انا بحب اصيب عشر صنتي زياد. في سر المتر وستين بقصة على متر وسبعين. بحيس ان المخده كلها تبقى مدالية. بالقماش ما يبقاش اللي هو ايه? يعني ما يبقاش الحروف بتاعة المخده بينها. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة